تكلم عن معجزة حنين الجذع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم له معجزات كثيرة منها حنين الجذع فقد ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستند حين يخطب إلى جذع نخل في مسجده قبل أن يعمل له المنبر ثم قيل له يا رسول الله لو عملنا لك منبرا فقال فعلوا إن شئتم فلما عمل له المنبر صعد الرسول عليه فبدأ بالخطبة وهو قائم على المنبر فحن الجذع أي بكى كبكاء الطفل الصغير شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى خلق في هذا الجذع حياة بلا روح وخلق فيه شعورا وإحساسا فحن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمع حنينه من في المسجد فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتزمه أي ضمه واعتنقه فسكت وكان الحسن البصري رضي الله عنه إذا حدث الناس بهذه الحادثة يبكي ويقول يا ناس الجذع يحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أولى بأن تحنوا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر